رجعنا لحضراتكم مع أسئلتكم المباركة والسؤال من حساب أسماء صابر بتقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت أنا حلفت أني مش هيأخذ دواء معين وأنا مريضة صرع ومريضة سكر ولازم أخذ الدواء فما حكم اليمين ملحوظة أنا كنت غاضبة وكنت حائض ولا يفرق إذا كنت حائض ولا كنت حائض ولكن أنت عليك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقولنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن دوت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أقسم على شيء ووجد الخير في غيره فعل الخير ثم كفر عن يميني يبقى أنت تعملي إيه تطعم عشرة مساكين وماذا وتأخذ الدواء بالعكس أنت لو لم تأخذ الدواء قد تقعي في الإثم فلذلك عليك أن أنت تأخذ الدواء وتكفري عن يمينك بعد كده سؤال من حساب نرمين أحمد دوز السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته ممكن يا دكتور تتكلم عن قضاء الحاجة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إحنا عندنا الإنسان إذا كان عنده حاجة يطلبها من الله سبحانه وتعالى ويريد أنه يا ربنا سبحانه وتعالى أن يؤسرها له فماذا فيصلي ركعتين وماذا ويدع الله سبحانه وتعالى بأن يؤسر له حاله وأن يكشف عنه ما هو فيه وأن يؤسر له حاجته التي يريدها من الله سبحانه وتعالى وأن يقضي له هذه الحاجة وأن يجعله الله سبحانه وتعالى من أهل الرشاد والسكينة والمحبة ومن أهم الحاجات دي أني كمان وخاصة وحضرتك كمان بتسألي كمان على مسألة الصلاة على حضرة النبي في صلاة مجربة كمان في مسألة قضاء الحاجة والتفريج اللي هي الصلاة التفريجية اللي هي اللي نصها اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ومستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله يا رب فرج إن شاء الله عنا دائما وقضي لنا حوائجنا ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وببركة الصلاة على جنابه المحبوب صلى الله عليه وسلم السؤال البعد كده من حساب محمد بيول السلام عليكم يا شيخ أريد أن أعرف حكم الاشتراك في المنصات يقصد المنصات اللي فيها المشاهدات والأشياء اللي فيها كثير من المسائل اللي بتعرض من مواد متلفزة ومواد بتعرض على هذه المنصات الاشتراك في هذه المنصات جائز لأنه هي المنصات دي بتقدم خدمة اسمها خدمة إيه؟ خدمة إتاحة المشاهدة مشاهدة المواد والمنصات دي في الحقيقة هي هو دات اللي احنا عايزين نقوله منصات دي وكأنها هي التطور مفهوم التلفزة يعني التطور مفهوم التلفزة إن احنا ننتقل من فكرة التلفزة إن احنا عندنا تلفزيون إلى فكرة إن احنا عندنا منصات على شبكة المعلومات نستطيع من خلالها إن احنا نشاهد المواد الفيلمية فكما كان الحكم في مشاهدة التلفزيون كذلك الحكم في مشاهدة كذلك المنصات فده جائز ويعود بعد ذلك تقدير الإنسان لما يشاهده إن كان سيشاهده وكان يشتمل على قيم ترق الإنسان أو قيم تدعو الإنسان إلى الرزيلة ويعود دوت إلى معرفته بما يجب عليه من تجنب الأثام وعليه إنه يراجع نفسه دائما فيما ينظر إليه وما يشاهده يبقى إذن حكم الاشتراك في المنصات جائز لأنه بيدفع قيمة لخدمة وكأنه بيشتريه هذه الخدمة فيكون ذلك جائزا إن شاء الله السؤال بعد كده سؤال من حساب أحمد هاني بيقول من فضلك يا دكتور بنتي 13 سنة عليها أيام من رمضان اللي فات ومش قادرة تقضيهم يا جوز أطلع فلوس لو كانت لا تستطيع إن هي تقضي الأيام الفائتة بسبب إن هي بعد الشر يعني عندها مرض لا تستطيع إن هي معه تقضي فخلاص ساعتها هتفدي إطعام مسكين عن كل يوم وإن شاء الله ما تكونش كده وكأنه أنت بتقول لي لا تستطيع إن هي تقضي لتعبها المؤقت أو لإن هي مثلا عندها يبقى إيه اللي يحصل فعدة من أيام أخر يبقى إيه اللي يحصل يبقى إذن إيه اللي حاصل هي تقضي تقضي هذه الأيام تقضي هذه الأيام حتى لو هي وبتقضي هذه الأيام تأخرت عن رمضان التالي يعني رمضانه جاي إن شاء الله إيه اللي حاصل لو هي بتصوم الأيام دي وتأخرت في الصيام حتى بعد رمضان القادم تقضي وليس عليها كمان فدية يبقى تقضي وليس عليها فدية ولكن هي تسرع إن هي تقضيها قبل رمضان القادم أما وإن يا طباء قالوا لها لا أنت مش هتقدر تصومي خالص ساعتها هي اللي هيبقى عليها فدية وعلى الذين يطيقونه فدية يبقى دولة دولة اللي عليهم إيه دولة اللي عليهم الفدية لكن اللي هو لا يستطيع لا يطيق الصيام لا يستطيع الصيام لكن لو فيه إنسان يستطيع الصيام عليه إن هو يقضي مش يدفع فدية لا عليه إن هو يقضي السؤال اللي بعد كده من حساب إسلام بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حضر الشيخ أنا عندي مشكلة ونفس المشكلة دي تتحل أظن أظن تتحل تتحل المشكلة إني ما بنامشي الليل مش عارفة ليه بفكر في الانتحار على طول أو هو ده الكلام اللي احنا كنا ابتدينا فيه في أول الحلة وقعدنا نتكلم على مسألة إن الناس تنتبه إلى الناس اللي حواليهم خاصة لو تكلموا بشكل أو بآخر عن مسألة الانتحار حضرتك ما بتناميش وعندك هذه الميول لإن حضرتك حسة بشكل واضح إن الحياة بقت سجن وحضرتك عايزة تتخلص من هذا السجن ولما بتحب تنامي ما بتعرفيش تنامي لإن أنت حسة إن الدنيا تنطبق على صدرك لو نمتي فبتحس كده أو إنك أنت حسة إن النوم مش هيجيب لك حاجة جديدة لإن الحياة ما بقاش فيها شيء جديد كل هذه الأفكار أفكار مختائة أفكار غير صحيحة ده كل يوم كل يوم فيه نعمة جديدة أصبحنا وأصبح الملك لله أنت لو متصور إن يوم جديد بيجي من عند ربنا بيجي من عند الخير طب إيه اللي بيخليني أحس إن اليوم ده ما فيهوش جديد أنا اللي بقرر ده أول ما بيشوف الحاجات اللي حصلت قبل كده أول ما بيشوف الأشخاص السابقين أول حياتي هتتغير أول ما نفسهم بيتغيروا يعني أنا لو دققت هجد الناس بتتغير الناس بتكبر الناس بتنضج الناس كمان بتعمل أشياء تانية وأنا حتى لو الناس ما تغيروش أنا معايا مولايا سبحانه وتعالى أليس الله بكافر عبده أنا معايا مولايا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أنا معايا سيدي الله لطيف بعبادي أنا معايا حياة وسعة أنت الذي ضيقتها على نفسك يعني إيه أنا اللي ضيقتها على نفسي يعني أفترض أنا بيقابل مجموعة من الناس بيئزوني أو بيضيقوني ممكن أعمل دائرة تانية غير دائرة الناس اللي موجودين معايا يقولي طب أنا لما أحب أعمل دائرة تانية بجد ما الناس ما بتتقبلنيش بأنت محتاجة حاجة تتغير فيك هو أنا برضو هو أنا بقى هي بقى المظلومية دي هي بقى المظلومية اللي هي بتعمل المشاكل دي المظلومية اللي بتعمل المشاكل بتقول إيه بقى يعني أنا اللي أنا عايز أتغير مش الناس اللي المفروض يتغيروا في الحقيقة كل الناس اللي تحتاجين أنهم يتغيروا الناس تتغير وأنت تتغير طب إذا الناس ما تغيروش ما تضيعش فرصة أن أنت تكون من أهل عبادة التغيير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم غير نظرتك للحياة وتعلم مهارات كديدة في الحياة وتعلم مهارات كديدة في التواصل ربنا سبحانه وتعالى يجعل ليك مدد كبير سبحانه وتعالى ويجعلك من الصالحين ويوسر لك أمرك إذن إذا أردت أن تسير في الحياة كن دائما متجدد لأن اللي بيتجدد بيتيح لنفسه إمكانية أنه يرى نعم الله سبحانه وتعالى وعشان كده كان دعانا دايما اللي علمونا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعا غير من نفسك واطلب أن تتغير كمان نظرتك إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك التوفيق والسداد والبصيرة يا رب الهمنا البصيرة يا رب العالمين إذن فإحنا محتاجين إن إحنا ننظر إلى الحياة بعين أخرى ولا نستسلم اوعى تستسلم لأن الله سبحانه وتعالى حذرك وعلمك ونفس وما سواه فألهمها فجوره وتقواه قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه إياك تسمع كلام نفسك الأمر بالسوء اللي بتقولك حياتك انتهت حياتك ما فاش خير تاني وتمشي ورا حياتك وحياتك تضيع منك تعالوا ندعي ربنا سبحانه وتعالى إنه هو سبحانه وتعالى يشرح قلوبنا ويطهر قلوبنا من كل حقد وغل وضيق وحرج وسواد وكآبة ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه هو يكون لنا سندا تعالوا نفتكر إنه نحن النهاردة نتكلمنا عن معنى المهم جدا ومعنى الافتقار تعالوا نرفع إيدينا وإحنا حسين إنه إحنا ليس لنا إلا الله نرفع إيدينا وإحنا حسين إنه إحنا سندنا ومولانا إن ظهرنا مولانا إن هو اللي بيحمينا هو اللي بيرزقنا هو اللي بيكفينا